موسيقى 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 طواجن رز معمر مش معمر يعني طواجن معمر كده متنكر فيه طواجن حلوة قوي عندي بواق فراخ هتدبلها تدبلها حلوة كده مع شوية طواب الحلوين من عندي وعندي بواق رزة أبيض كنت عاملة فتة كنت عاملة خضاره جنبي رزة أبيض عندي ده وعندي ده أعمل بيه يا نونة تجيلي بقى حد عندي وأنا أقولك نعمل بيه حبة فراخ مع حبة رزة أبيض مع حبة حاجات من اللي موجودة في البيت مع كباية لبن واحدة مع معلقة دي بقى عندنا برامات رز بالفراخ بالبشامل تجنن 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 حاجة كده تاخد العمل دول اللي هنبدأ بيهم وصفاتنا النهاردة بس الحلوة بتاعنا هسيبه لكم فجأة لما نيجي نشتغل فيه بس عايزة أقولكم أنه هو فعلا بيتعمل فغمضة عين يلا بينا نسمى بالله ونصلى على النبي في قلبنا عليها أفضل الصلاة والسلام ونبدأ حلقتنا بتجازنا شغال وقاتنا شغالة سخنة الفرن بتاعنا شغال علشان ده اللي يسهل علينا شغل البيت وشغل المطبخ طيب الوقات اللي شغالت ديت عليها النار وسخنت معي معلقي وحكتي أهي طبقي قدامي عشان أحط فيه المعالق بتاعتي عشان أبهدلش المتجاز بتجاز يكون مخصول وزي الفل مطبخي مرسوس بالمصطرة مفيش قدامي غير المكونات اللي هشتغل بيها في الوصف ده بيسهل عليك كتير أي كركبة في المطبخ مالهاش أي دعي مالهاش أي لازمة فوريها بطرمرات الصلصة والشنط والكلام ده كله اللي انت مكركبة بيها المطبخ كله يتفور تبقي وقفة كده نفسيتك نفسها مرتاحة طيب طيب تجن الطول اللي احنا هنشتغل به النهار ده عندي نص كيلو لحمة مكعبات ودي مشوحها بنفس الطريقة اللي بشوحها بيها أنا ما بسلقش لحمة أنا ما بسلقش لحمة بديها تشويحها شوية فلفل أسود وشوية مية في شوية مية أو شقشق مية في شقشق مية علشان إن أنا أسوي اللحمة سويت اللحمة وتمام الخضر المشاكل اللي قدام حضرتك دي أنت اللي عايزين اللي موجود في التلاجة ما عنديش أي مشكلة طيب عندي إيه كوسة وعندي بطاطس وعندي بسلة وجزر عندي بصل مفروم طوم مفروم وعندي فلفل حامي وممكن لو مش عايزين يشيله خالص أهو نشيل الفلفل الحامي عشان اللي ما بيأكلش حامي عندي إيه كمان عندي طماطم مسبكة شوية سامنة مكعبين مرأة أو لما بتحبهاش استغني عنها سبع بغارات راشة بسيطة من جسط الطيب وملح وفلفل أسود أسهل من كده ما فيش طبعاً إنشان عاملة اللحمة ومديها تسوية حلوة فهدى إن أنا أشكل الخضر وك صخنة على النار حتة سامنة حلوة مش عايزة سامنة يا ست الكل ما عندش أي مشكلة حت زيت حت زيت وزبدة اللي إنت عايزيه اشتغلي بي طيب هادي السامنة هبدأ أشتغل على طول إن الوكة عندي صخ رغضة أنت معي أهو بحب أسمع صوتك دايماً معي طمينيني نعمل كده فص التوم نزل وعلشان الوكة صخنة أكون محضرة البصل ونصبح على هاجر ونقولها طباح الهنم طباح العشل والحلويات عاملة إيه الحمد لله أنا حبيت أطبع على حضرتك وقلت نصدقياً تسلم قديم تسلم عمرك يا رب من كل شر وصواحك أنا وسعادة وسكر زيادة يا هاجر حبيبتي حبيبتي نورتيني مع ألف سلامة في حفظ الله بصوا كده عملت إيه حطيت التوم وكان الوكة بتاعنا سخني جداً فيا دوب خد لون كده هو أو طلع الروايح الحلوة بتاعت وروح تنزل عليه بالبصل أبدأ دلوقتي شوية من الفلفل الأسوت حبة من الملح حبة من البهارات مكعبين المرأة روشة جوستي مش هحطها دلوقتي خاصة فيه سؤال رغدة سألتني عليه بس هعمله بعد ما حطت الخضار كله واشوحه علشان السؤال الرغدة سألتني فيه ده أكيد كل حبيبنا اللي بتفرغوا علينا برضو سألوا علي طيب عندي بسلة وجزر وعندي كوسة بس خلوا بالكم بسلة وجزر اللي عندي النهاردة مفرزنة يعني في الفريزر وعندي كوسة وعندي بطاطس هحط منهم إيه الأول في النار ها هحط البطاطس ليه أكتر حاجة هتاخد تسوية ووقتي طويل طيب أنا لو عندي بسلة والجزر مش مفرزنين وفريش هحط أنهي الأول برضو البطاطس برافو عليك طيب أنا دلوقتي سألت رغدة سؤال أنهي من أنواع الخضار التلاتة اللي قدامنا دول يتحط الأول ما هو فيه شيء طبيعي أن التلاتة مش تسوية واحدة قالت لي هنحط البطاطس وأنا بيهت عليها وخليتها تاخد بالها أن البسلة والجزر اللي عندها كانوا محطوطين في الفريزر معنى أن هم كانوا محطوطين في الفريزر يا ست الكل يعني واخدين نص تسوية يعني القعدة بتاعتهم في التبريد أو التجميد خليتها أن هي مش هتاخد وقت على النار طب ولو فريش نفس النظام البطاطس هتاخد تسوية أكتر من البسلة والجزر ففي كل الأحوال إحنا هننزل بالبطاطس الأول قبل باقي المكونات بتاعتنا بتاعت الخضاء البطاطس بتاعتنا متقطعة مكعبات محطوطة فمية من غير ملح ولا أي حاجة أنزل بيها كده على البصل والطوم والتوابل الحلوة اللي أنا حطتها ونخلي بل أنا محطتش رشة جوزتي بتيب دلوقتي خالص شايفين؟ بالشكل ده كده تشويحة بسيطة عندي كوسة وبسلة وجزر أنزل بإيه الأول؟ ننزل بالبسلة والجزر الأول لا 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 خالص مين اللي قال كده؟ رغدا رغدا دلوقتي قالتلي ننزل بالكوسة وأنا وبسطلها وقالتلي طب ما هبكوسة هتاخد وقت لا الجزر والبسلة بما أنهم بالرغم من أنهم متفرزين لا هياخدوا وقت أخطر من الكوسة الكوسة ديت ممكن نحطها في آخر حاجة خالص لأنها ما بتاخدش تسوية خالص على النار بطاطس لو رغدا دلوقتي بتقولي لو البطاطس محمرة مش هننزل بها الأول عمر مطاج ومتطرلي يتحط له بطاطس متحمرة ولا نص تحميرة ولا ربع تحميرة ولا تسويحة حتى لازم تبقى نية كده علشان لما بتستوي ما هو ده برضو ليه سبب ليه سبب ليه سبب إن البطاطس لما بنكون محمرينها إحنا بنكون مغلفين البطاطس فمحتاجين إن هي تفضل بنفس الشكل بنفس التحميرة بتاعتها بنفس القواب فده بتنفع لوصفات معينة لكن أنا النهاردة ده توجي نترلي بالخضار أنا عايزة الخضار كله تبقى العصارة بتاعته والدوابان بتاعه كله ماشي مع بعضه فأنا مش عايزة إن البطاطس تبقى متغلفة لأ أنا عايزة أحس بالنشة بتاعت البطاطس والتسوية بتاعتها مع باقي الخضار نصبح على مين؟ مين يا روضي؟ شهد؟ صباح الفل يا شهد؟ صباح العسل والجمال على عيوني أنا أول مرة أكلم حضرتك وإن شاء الله مش آخر مرة تنوريني على طول باتصان أنا بحب حضرتك جداً والحلقاء أرس الحمد الله على سلامتك سلم عمرك يا رب من كل شر ما تحرمش منك أبداً أنا تعتقدت على حضرتك على طريقة الكوناسة النبلسية عناية لتنين طب إيه رأيك نعملها ما ننقولش طريقتها؟ سمحت بك تعملها أمسك؟ إن شاء الله بإذن الله خلال الأسبوع اللي إحنا فيه ده تمام؟ عيوني 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 ليك يا شهد صباحك أنا وسعادة يا قلب وأنا بكلل شهد ست البنات حطيت إيه حطيت الكوسة وكده كده اللحمة بتاعتنا أصلاً إحنا مشوحينها ودخلة في التسهول طيادون على ما تاخد باقي تسويت الخضار هتبقى وصلت للي أنا عايزيه تشويحة حلوة صلصة طماطم متسبكة ومت إيه؟ يعني سبكناها إزاي؟ أنا ما بسبكش طماطم على النار طول ما تحطي الطماطم على النار وتتسبك بتحمى حتى لو حطيت لها معلقة السكر اللي إحنا بنحطها دي لأ بتبقى حامية طب أخد إزاي طماطم متسبكة وتقيلة من غير ما تحمى عليها ها يا رغضة ها السؤال تاني إزاي أخد صلصة طماطم متسبكة وتقيلة من غير ما تقعد كتير على النار وتحمى على قلبي وأنا باكلها الله ينور عليكي برافو عليكي قالتلي أفضل طريقة علشان ناخد طماطم متسبكة وتكون خفيفة ما تبقاش تقيلة علينا بنبدأ إن إحنا نسلقها بإشراء في شوية مية وبعد كده بتطلع المية بتاعتها وبعد ما بتسلقيها خالص بتبدأ تقصريها وتدربيها في الخلاط وتبدأ إن إنت تشتغلي بها على طول ده بيبقى أخف من إن إنت تصفي الطماطم وتحطيها على النار وتفضل تتقل معاكي وتتسبك كل ده عادتها على النار بتخلي الحمو بيزيد في ناس إيه؟ بالظبط فكل ديت لما بتعود مدة كبيرة على النار بتحمى فناخد صلصة طماطم متسبكة إزاي وفي نفس الوقت ما تحماش علينا ما نحتاجش نحط معلقة السكر بالطريقة اللي أنا قلتها ناخد الطماطم نسلقها بالقشر بتاحها أرجع بعد كده أقشرها أضربها في الخلاط أحطها على صنف الخضار اللي أنا بشتغل بيه خف طماطم متسبكة وتقيلة وفي نفس الوقت ما تحماش علينا بالشكل ده كده أنا هعمل إيه؟ كل اللي أنا هعمله دلوقتي هسيف ده كده على النار ياخد الغلوتين بتوع ما عندناش غطة كبير ما عندنا أهو أغط عليها عشان ما ترتش علينا يعني حوالي عشر دقائق عشر دقائق ربع ساعة تاخد التسوية ديت وبعد كده أحطها في الفرن تكمل بقى تسويتها براحتها ويا سلام بقى قبل ما تخش الفرن رشت جسط التب مش عايزها ما عنديش أي مشكلة بس لو هتحطيها يبقى قبل دخلة الفرن على طول هتشمي ريحي الطاقم طولي ياخد العقل صباح الفل يا شهد شمس يا شمس إزايك يا شفنون عزيزي؟ إزايك يا قلبي عاملة إيه؟ إن شاء الله مش آخر مرة تنوريني على طول باتصالك يا قلبي بتعايدة أسأل حزيزك بس عن وصلة المكرونة بالبشاميل عيوني لتنين عيوني لتنين ليك طلبات تانية غير المكرونة والبشاميل؟ سلم عمرك يا ست البنات نورتين على ما تسمنا بتاعتنا تبدأ إن هي تسيح في الوقت الصخت رغدا هتنزل لنا دلوقتي مقادير الوصفة التانية اللي هي إيه؟ تدوير التلاجة أو إعادة تدوير التلاجة بفتح التلاجة كده قبل ما بنام علشان أفورها واللي مالوش لازم أشيله واللي هتحط في الفريزر ماشي تمام؟ حلة الأكل فيها حبة قليلين فابدأ أحطهم في حلة أصغر أو فيها علبة التلاجة أصغر أبدأ إن أنا أفور التلاجة عشان تفضل دايما نضيفها إدية فيها شوية فوطة معمولة بمية بكربوناتو بشوية خل بعصرة لمون أبدأ إن أنا أمسك الفوطة دي وعصرها وعد قدام التلاجة وأخط كرسي أفور والرف اللي أفوره ألمع الرورف بتاعت التلاجة باب التلاجة خلاص التلاجة دايما زي الفن ريحتها حلوة وفاش روايح نضيفها دايما ما ننفعش إن هي تبقى متبايزة أو الكلام دا كله حاجة 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 في الدرجة مثلا بازت أبدأ التعفن أو الكلام دا كله أبدأ إن أنا أفور دا كله عشان ما يباوزليش باقي الخضار أعدت قدام التلاجة لقيت وركة فرخة مع نص فرخة مسلوقة الولاد مش هيكلوها رحت مطلعها رحت مطلعوهم حابة الرز دول أنا ممكن أصلا أخد الفرخ دي مع حابة في دلوقتي أنا خدت أنا عايزة رجع دول أنا دلوقتي فصت الفرخة فصصت الفرخ معي إيه فصتهم وحطت معي شوية بهارات حلوة بقت الفرخ عندي متجبلة ما عنديش الرز هروح واخدى الفرخ دي مقطع عليها بصل وطماطم وفلفل بقى عندي شاورمة أعملها بقى فتة أعملها مع حابة رز بسمتي أصفر أعملها سندوتشاك ما عنديش مشكلة يبقى أنا وظفت ده بقى ألف في التلاجة كمان وقبل ما قوم لقيت حابة رز أبيض كده محتوتين في حلق أو في علبة أنا كنت ناسياهم بقى عندي فرخ وبقى عندي رز وفي الدرج لقيت فلفلية صفرة مع فلفلية حمرة مع فلفلية خضرة مع بصلتين كده في المطبخ مع فصتهم مع طمطميتين طراي ومستويين بدل ما يترموا أروح مسكاهم بشراهم بقى عندي وصفة إيه الوصفة ديت بقى هقول لكم حالا إيه هي الوصفة دي هنعمل برامات رز معمر أو هنعمل إعادة تدوير للرز المعمر اللي عندنا أو الرز الأبيض مع الفراخ هنعمل لها إعادة تدوير مقادير البرامات الفراخ بالبشامل اللي نزلت على الشاشة وعندي سمنة على النور هاخد الفراخ مع التوابل دي أشوحها بعد ما تنزل مقاديرنا ونشوف مقاديرنا بتقول إيه معايا فراخ مسلوقة أو أيا كان الفراخ اللي موجودة عندك حتى لو هتعمل الوصفة بفراخ جديدة يبقى عندنا في الوصفة فراخ طيب ثم فرون حبهان بودر وفي قرفة بودر رشد جوز تتيب وملح وفلفل إسود دي التوابل اللي هنزلها مع الفراخ تيجوا نعملها؟ يلا نعملها فصتهم على السماء يشم النار معايا كده ومش عايزايا ياخد لون وهروح نزل عليه بالفراخ على طول طيب الرز بتاعنا رز مسلوق أو رز مستوي أو رز أبيض أيا كان اللي موجود عندك معايا طماط المفشورة بصل مفروم وتوم مفروم ومعايا فلفل ألوان مفروم بسم الله معايا حبهان بودر وقرفة بودر ورشد جوز تتيب وملح وفلفل إسود أنا دلوقتي فصت توم في سمنة حطيت عليه الفراخ قادي القرفة نعم يلا بنا رشد جوز تتيب معايا البشاميل بتاعيتنا سهلة وبسيطة ونزلت على الشاشة معايا حليب معايا زبدة وزيت ومعايا دقيقة وملح وفلفل إسود أكتر من كده مش عايزة الفراخة هي تمام وزي الفل بدأت إن هي تطعم تطعيمة حلوة هسيبها تنشف على النار والناحية التانية هعمل إيه هحط وق تانية أو طاصة الطاصة دي هعمل فيها إيه باقي مكونات الرز من غير الرز اللي هو بصلايا وفلفل ألوان وحبة التوابل والطماطم وما ترجعوا لي هنحط الرز ده شكله عامل إزاي مع خليط الفراخ ونشوف التجميع بتاعتنا بتاعت الطاجن اللي تاخد العقل واللي اتعملت فغمضتين يلا بنا نطلع فاصل نرجع من الفاصل نشوف باقي وصفاتنا النهاردة ووقت تنسوا إن عندنا صنف حلو أنا لسه متكلمتش عنه هنعرف إيه هو وتفاصيله بعد الفاصل علشان نجربه مع بعض إن شاء الله بإذن الله ونرده هل لكم السنين شوية وراجعين مع نونة والبلدية وكرا موسيقى 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 ورجعنا من الفاصل وزي ما انتم شفتوا كده صبة عالمية بالطاجن تسلم ايديكم بجد هرمشي منكم تسلم ايديك يا مستر حمدي هنحط دلوقتي الطاجن بتاعنا في الفرن علشان يبدأ إن هو يتشمع ويستوي معين ها راخضة معي هنولع شوية هنحط فويل ولا مشانحط حمدي صح ليه الله ينور عليك علشان الأكل كله يستوي وما ياخدش وش ويتكري على الفاضي ويكون لسه مستويش انت ما نحطش فويل لما كون مسوية الطاجن والخضار كله برا وأنا متأكدة إن هو مستوي كويس قوي فأنا محتاجة بس التشميع بتاعة الفرن أو الشوية اللي هي يعني تحمر للوش لكن قدام الخضار لسه مستويش أنا ليه اتعمدت إن هو ما يستويش ما يستويش برا عشان أنا محتاجة إن هو يستوي في الفرن ياخد الفخارة أو ياخد التطعيمة بتاعة الفخارة نفسها طيب هاجب هنا كده ده الفراخ بتاعتنا اللي اتشوحت بالتوابل الحلوة نفس مكان التشويح بتاع الفراخ هحط على النار كده تطعيمة بتاعة الفراخ والخلاصة بتاعتها كلها صباح الفل يا ممحمود ألو وصلت ممحمود اللي معين حاول تكلميها مرة تانية حطيت التوم على نفس التوصة أو نفس الوقت اللي احنا عملنا فيه تطعيمة الفراخ بتاعتنا علشان كله يبقى شارب من بعضه والتطعيمة بتاعة الفراخ تبقى وصلة للروز معلقة من التوم نزلت عليها بالبصل وكله تشوح كده هبدأ بعد كده حبة من الفلفل الأسفت وشوية الملح اللي هحطهم دول ما يبقوش كتير لإني أصلاً الرز اللي عندي مستوي وتمام وزي الفل واخد تمليحة بتاعته فأنا مش محتاجة أزود الملح حبة من القرفة رشة جسد الطيب وقادي الحبهان البودر طماطم وفلفل نعم هنصبح على المجميلة الجميلة دلوقتي بعد ما ولا خلاص نصبح عليها وبعد كده نسأل رغبة سوية صباح الفل يا مجميلة صباح العسل والجمال على عيونك يا ست النجس نورت تاسم نورت الدنيا كلها يا حبيبتي الدنيا كلها نورت لما انت كلمتيني ربنا يبارك فيك ويبارك واحد نظم إيديك يا قلب يسعد لي قلبك يا رب من حرمش منك أبداً عايزة تسألك على حاجة يا ست نونة معلتي تسأليني على حاجة واحدة بس تسألي عشر أسئل ربنا يخليك ويبارك فيك أنا لما بجي بفايا أعمل الفلفل مخلل بلونه بيغمق معي بتعرفة ليه الصراحة بتحطي ايه في المياه بتاعته بحط ملح بحط اللي هي ورق لورة بحط الخل بحط معلقة السكر طيب حط السكر تمام؟ ما تحطيش الخل وما تحطيش اللورة ما حطيش لورة لا حط الملح بتاعك الطبيعي بتاعنا اللي هو التمليحة بتاعت المخلل تمام؟ ما تحطيش خل عشان ما يتهريش معيك ويبدأ إن هو يتخلل ويبقى فيه التكة والقرمشة ديت من معلقة السكر اللي هتحطيها تمام؟ ممكن نزول عصرة لمون أو شوية لمون لكن ما تحطيش ورق لورة مع المخلل الفلفل اسلام عنيك وتسلم إيديك على كل حاجة بتعمليها ربنا يخليك يقال معي الصروق بنتي عايز بتسلم على حضراتك اه طبعاً الدهالي مع حضراتك حاضر ليس كنون؟ صباح الهنا والجمال عليكي بحبك جداً والله يسعد لقلبك يا رب أنت بقى جميلة؟ لا أنا الشروق أنا بحب بكل وصفاتك والله يا حبيبتي ما نحرمش منك يا شروق تسلميلي يا رب والله يبقى عشق كل وصفاتك وتفرج عليكي وبذعى لما بتكونيش مباشرة يا حبيبتي يسعد لقلبك يا رب ما نحرمش منك أبداً تسلمي وتعيشي قلت في كلامة على حضراتك سلم عمرك من كل شر يا ست البنات ما نحرمش منك نورتين يا قلبي باتصالك نورتين بص دلوقت أنا بعمل إيه وأنا بكلم أمه جميلة والشروق حطيت البصل مع الطوم وبدأ إن هو حطيت التوابل وتمامه زي الفل عندنا فلفل الألوان وعندنا طماطم مبشورة إيه قبل إيه؟ يلا بينا فلفل الألوان فلفل الألوان ماشي هننزل بالفلفل الألوان الأول يبدأ يتشوح مع البصل ومع الطوم نعم شايفين كده شوحنا كله نزلنا الفلفل الألوان الأول عشان يبدأ إن هو يبدأ ياخد السخونية بتاعة الوك ويبدأ إن هو يتبل معي طيب مش عايزة أقعده كتير على النار هرجع بعد كده أروح نزل بالطماطم المبشورة وشاو واحدة كله مع بعض وارجع واقول يا ست الكل يا ست البنات يا ست العريسة اللي بتتفرج علي مش شرط تعملي نفس الكمية اللي أنا عاملاه مش شرط تحطي نفس الحاجات اللي أنا حطاه ما عندكش فلفل الألوان الوصفة مش هتوقف والله ما هتوقف عندك قرن فلفل أخضر على قرن فلفل أحمر بلدي قطعيهم مع بعض وهيمشي معاكي تمامه زي الفل ما عنديش مشكلة في أي حاجة خالص دي وصفة إحنا عاملين لها إعادة تدوير يعني اللي موجود عندي في التلاجة أنا هشتغل بيه فمش شرط إن حضرتك تجي بحاجات جديدة أو حاجات من بره علشان تعمل الوصف طيب وهو الفلفل كده بيبدأ إن هو يدبل معنا مع التوابل الحلوة بتاعتنا والطماطم المبشورة بدأت إن أنا أحط طاصة تانية أو وق تاني حطيت في زبدة وزيت حطيت في دقيق وبدأ إن هو بالشكل ده شايفين؟ أنا محتاجة إن كمية الدهون اللي بنحطها تبقى كتيرة ليه علشان الدقيق وهو بيتحمل ياخد براحف التحميل الناحية التانية تمام وزي الفون طيب تمام تسلم إيدك برام الفراغ بالبشاميل معنا على الشاشة بس وهي البرام بنازل كده أو المقادير بتاعته نازل عشان حبابنا اللي ملحقوش إن هم يصوروه أنا عندي سؤال مهم عايزة أسأله دلوقتي البصل والطماطم المبشورة والفلفل والخلطة بتاعت الرز موجودة على النار لا مش هقول نستخدم الخلطة دي في إيديني مش هقول كده طيب أنا دلوقتي عندي رزة أهومستوي هحط وهي الخلطة على النار ولا هشيل الخلطة من على النار وحط فيها الرز ويتقلب محمد إبراهيم قال هنشيل الخلطة من على النار عشان إيه يا محمد؟ عشان ما يعجنش وانت قلت إيه يا رغضة؟ نفس الإجابة لا لا تلعت قوت منك دي المرة دي بصوا كده ده رزة أصلا مستوي السوا بتاعه على الآخر لأنه هو كان جاهز أصلا للأكل مش لسه ما هو هيكمل تسويته ما فيهوش تكة فهو مستوي فأنا لو حطيته على النار مع الخلطة بتاعتنا وهي فيها فلفل وفيها طماطم هيعجل وأنا مش عايزة يعجل أنا عايزة يبقى شارب من الخلطة بس في نفس الوقت يبقى مفلفل معي أخذ منه المعلاقة كده تبقى مفلفلة لأنه ما تنسوش إن إحنا لسه هنحط عليه على الوش بشامل فلما نحط البشامل ونحطه في الفرن هيبدأ إن هو يتشمع ويمسك مع بعضه فعشان كده أنا مش هينفع إن أنا أحطه معي قولي لي لا السخونية السخونية بتاعة الخلطة نفسها هتبدأ إن هي حتى لو هو متلاجة بصوا أنا يعني معاكم الحد فين هو أستاذ حمزي كان قصده كده إن إحنا ممكن نحط الرز على النار مع الخلطة يتشوح شوية علشان يفك من التجميدة اللي فيه ده لو هو في التلاجة حتى لو في التلاجة سخونية الخلطة نفسها هي اللي هتفككه مش عايزين إن هو يستوي زيادة ويعجل بصوا كده يلا بينا حاضر نصبح على عائشة نقول له صباح الهنة صباح الفل عليك يا سيك نورة صباح الفل يا ست الناس عاملة إيه الحمد لله إزايك حابلت تطمينيني عليك أنا بخير تلما أنت بخير وبقيت بخير أكتر لما نزلت الشغل وحبيبي يكلموني ومعايا كل يوم ومنوريني كده ربنا يا كرمك يا حبيبتي وصلح ما بين إيديك حبيبتي سعيد لقلبك يا رب موريني بصي عندي سؤالين والسؤالين صعبين جدا بالنسبة لي أنا متجوزة بقليه 25 سنة وعندي مشكلة كل مرة بحمر فيها الفراخ في الوقت أو في الطاصة لازم تتلسع وتتحرق وتطلع دايبة وتطلع بيزة وكل حاجة نتلسع ونتحرق دي لها حال تطلع نشفة وإيه كمان؟ دي حاجة بالنسبة للفراخ إنها بتطلع بيزة يعني بتطلع دايبة كده ومش متزبطة الحاجة التانية السمك الهامور مش عارف أعمله عناية لتنين السمك الهامور أنا هعمله لك أصلا وصفة كده في الحلقة بتاعتنا هنحاول نحط حلقة أسماك الأسبوع ده ونبدأ إن إحنا نشتغل به تمام؟ عناية لتنين خلي السمك الهامور عندك ما تجيش جنبها ماشي؟ ويتيجي جنبها لحد ما نعمله طيب بالنسبة للفراخ بص يا ست الكل أنا هقولك وإحنا بنحط الحليب كده علشان نعمل البشاميل اللي بتاعنا والبشاميل اللي أنا عايزة تقيل مش عايزة خفيف علشان كده المرة دي هنزل بالحليب شوية شوية علشان أوصل لقوام اللي أنا عايزة طيب بالنسبة للفراخ حتة إن أنا أجي أعمل فراخ متحمرة وتتهري مني أو إن هي تبوز أو تطلع شكلها مش متماسك أو تطلع إن هي نشفة أو تطلع سوعة والكلام ده كله بص يا ست الناس أولاً الفراخ تتسلق ثلاث تربع سلقة ما سلقهاش سلقة كاملة وحتى لو سلقتها هتقولي لي مثلاً دلوقتي أنا سمعيكي بودان هتقولي لي بسلقها ثلاث تربع سلقة بس بتقفل النار وتسيب الفرخة في الشربة زي ما هي حتة إن حضرتك تقفل النار عليها وتسيب الفرخة في الشربة أشيء طبيعي إن هي مع سخونية الفرخة بتستوي زيادة فتيجي تطلعيها أنا قفلة عليها وهي ما كانتش استوية السواء الكامل ده اللي خلتها تتهري حطتها في الشربة فمجرد ما نبدأ إن إحنا نسلق الفراخ سلقة حلوة كده زي ما تكلمنا عن سلق الفراخ قبل كده نروح مشايلينها ومصفينها من الشربة وحطينها في طبق أو في مصفة برا كده أنا ضمنت إن الفراخة تفضل عند السواء اللي أنا عايزا دي أول حاجة عشان تاخدي فرخة مسكة نفسها ما تبقاش مهرية طيب أجي بقى للتحمير يا ستة الناس لو بتحمري في زيت بس فده غلط لو بتحمري الفراخ في زيت بس فده غلط التحمير دوت اللي أنا بتكلم عنه سواء للفراخ أو للحمام أو أي حاجة بتحمريها ماينفعش أحمر في زيت بس التحمير في زيت بينشف لي الحاجة اللي أنا بحمرها طيب زيت ده وزيت برضو غلط أمنا لإيه؟ سمنة وزيت سمنة وزيت طيب إحنا بنحط مثلا الزيت مع الزبدة علشان إن هي ما تحتحرقش طيب إيه اللي خلينا نحط الزيت مع السمنة الزيت إحنا محتاجين منه اللمعة بس اللمعة يعني أنت ممكن تحط 3-4 المقدار اللي هتقلي فيه سمنة والربع زيت أنا محتاجة لأرمشة اللي هيدهي للزيت لأن إحنا لو قالينا في سمنة بس هتطرق هتطرق مش هتطلعيها وتستني شوية تلاقيها نشفة ومقرمشة زي ما إحنا ما بنحبها أو ما قرمشها من بره ودايبة من جوه فإحنا نحب إيه؟ نحب اللي هو الوسط إن إحنا ناكل حاجة نحس بقرمشتها من بره كده لكن من جوه دايبة ما تبقاش نشفة علينا فعلشان كده يا ست الناس هتبدأ إن إنتي تيجي تحمري ثلاث تربع سمنة وربع زيت يتقضح الغطى بتاعك معاك الدرع الواقي بتاعك الواقق أهو الفراخ متصفية توقف فيها كده فشي طبيعي مش هيبقى فيها مية ولا فيها أي حاجة فلما تيجي تحطي في السمنة مع الزيت مش هتطرتش علشان نتفادح حاجة زي كده لو في نقطة مية جلت مننا هنصفي نبدأ نحط غطى عشر دقايق وقليبي عشر دقايق ورفع الغطى كده وقليبي هتلاقي الدنيا معاك تمام طالع لونها حلو جدا القوام بتاعها ممسوك وشكله زي الفل من بره مقرمشة ومن جوه دايبة وتهدي لون طحفة وتسلم إيديك وسحيتين وعافية يا رب طيب قبل ما نبدأ إن إحنا نطلع فاصل وأنا بقلب التواجم بتاعتنا كده وبجمعها عايزة أفكر حبيبنا مشاهديننا من كل مكان بفقرة سوق المطبخ فقرة سوق المطبخ دي أنا مش محتاجة أن أفكركم عليها لإن إحنا تون ما إحنا شغالين إنتوا بتفكرون بيها بتفكرون بيها ليه؟ لإن تون ما إحنا شغالين ما شاء الله هم بارك حضراتكم بتتسبع على رغضة هي الطاقم اللي نونة عاملة فيه النهاردة دوت عامل كام تديهم رقم سوق المطبخ ويبدأوا أن هم يتوصلوا طيب هو الطاقم اللي نونة اشتغلت به دوت في منه ألوان طيب الخلاط اللي نونة اشتغلت به فيه عليه عروض هو ده اللي بيحصل طول ما احنا شغالين من أول الحلقة كلها 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 تليفونات بتسأل على الحاجات اللي احنا بنشتغل بها زي ما انتوا شايفين كده ان كل حاجة انا بشتغل بها في البرنامج بتبقى جاي من سوق المطبخ ليه لان احنا ضمنينها عارفين ان هي مش تتجرح معنا شغل المطبخ احنا كل يوم يعني حضرتك في البيت ممكن تشتغل يوم ويوم لا ممكن مش كل يوم تطبخي ممكن مش كل يوم ان انت يبقى عندك عظمات لكن احنا ما شاء الله ومبارك كل يوم بنطبخ وكل يوم بنعمل وصفة واثنين وثلاثة فعايزين حاجة تتحمل شغل المصري المصري اللي هو البلد يوكل الشغل اللي هو التقيل اللي ما فيش حاجة اسمها هصل نقل النهاردة بتتسايتينه والكلام ده كله فشغل عايز يتحمل الشغل اللي عايز يتحمل شغلنا ده او الادوات اللي عايز يتحمل شغلنا دي مش هتلاقيها غير في صفحة سوق المطبخ صفحة سوق المطبخ دايما صفحة شاملة كاملة بتخليك إن أنت ما تلفيش وتدوري كتير وتدوري يعني ما تخليميش أدور يعني ما تخليكيش إن أنت تروحي تدوري في أي مول تدوري في أي مكان تتعابي وتروحي وتنزلي وتيجي والكلام ده كله كل اللي محتاجة من حضرتك إن حضرتك بتدخلي على صفحة سوق المطبخ بتتفرجي على المول بتاعنا كذا دور يؤر قدامنا ده اللي بيدخلك على الصفحة على طول ما تدوريش في السيرش بتاع الفيسبوك أو الجوجل وتقولي صفحة سوق المطبخ علشان هما ما شاء الله عملوا صفحات كتير بنفس الاسم من كتر ما شاء الله ثقت الناس فينا فأنا مسؤولة بس عن الصفحة اللي على الكيو أردى طب أركمنا اللي على التليفونات دي نتسل بيها ونقول لهم الطاقم اللي لنا عاملان نهار ده طاقم إيه ده طاقم الثلاثة وعشرين وده الطاقم اللي أنا بحبه قوي 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 ده كل ألواني ليه؟ علشان لو ما برصه عندي في المطبخ أنا مش محتاجة إن أنا أطلع قطقم تانية معاه صنية أعمل فيها جلاش صنية أعمل فيها بشاميل قالب كيك كانكة قهوة تكفيني مثلاً 3 أربع فنجيل مرة واحدة ما بضلش إن أنا أروح واجي كزرولة للبشاميل أو للبن معايا كمان تصد بغطى من غار غطى صنية بيتزا جريلة أشوى عليه طاصة زي ما أنتوا شايفين كده وك غوية أعمل فيه المكونات بتاعتي كل ده موجود معايا في صفحة سوق المطبخ وكل ده موجود معايا في الطاقم الثلاثة وعشرين بصوا كده إيه دي صفحة سوق المطبخ أهي شايفين دي الصفحة اللي أنا بتكلم عنها الصفحة دي من الصفحة على الفيسبوك عادية لأ ده حضرتك كل ما بتمشي فيها في حاجات كتير مختلفة الطاقم الثلاثة وعشرين النهار ده اللي هو اللون الأحمر بتاعنا ده خصم ما يتكررش على أكبر طاقم فيك يا مصر خصم كبير جداً وكل عروسة وكل واحدة بتغير في بيتها عارفة يعني إن هي تجيب طاقم حلل جرانيت بالشكل ده وبالحجم ده وبالجودة دي ويفضل عندها عليه دموان ثلاث سنين نزام التقصيد شغال اللي هو أهم حاجة يكون عندك الأبليكيشن وأهم حاجة يكون عندك راسين بصوا بقى اللي موجود في صفحة سور المطبخ مش تحتاجي إن انت تنفيه ودوري علي خلاط مع هند بلندر اللي هو الخمسة في واحد اللي احنا كنا بنتكلم عليه ومالخميس عليها هدية الخلاط الجبر وعليه هدية هند بلندر خمسة في واحد أولي بالكيك في مسابقات سواني الألمونيا موجودة بأحجامها بأشكالها بألوانها عندهم صعيك النموز جديد عندهم المروحة اللي هي الستاند دي رهيبة تغنيك عن أي تكييف مبرد المياه طاقم الأليات اللي هو ثلاث أليات معاهم جريل نازل عليه خصم حلوة قوي وما ينفعش إن فيه عروسة تدخل من غيره عندهم إيه تاني عندهم مفرمت اللحمة عندهم زي ما قلتلك أولي بالكيك أطقم الملامين أشكال وألوان عندهم أطقم الحلل ألمونيا وستلس وجرانيت وجرانيت تيتانيو كل حاجة العشرة والتلاتاشر والعشرين والتلاتة والعشرين والحماستاشر أيا كان أنت محتاجة إيه في مطبخك هتلاقيه في صفحة سور مطبخ محضر الطعام اللي بيقوم بـ 38 وظيفة المكنسة اللي عندها قوة شفط جبارة تشفط البناء أدمين وهم عادي من كتر قوة المطور بتاحها أطقم اللي استلس اتكلمنا عليها عندهم إيه تاني عندهم الفرن اللي ما شاء الله اللهم مبارك لو الناس اللي بتفرجوا علينا دلوقتي بتابعنا على السوشيال ميديا هيلاقوا أن أنا ما باستغناش عن الفرن اللي 45 لت ما شاء الله بيسوي الكيك وبيسوي لي أي حاجة وبيغنيني في أي عزومة عندهم المكاية وعندهم بصوا والله العظيم بتخصوا صفحة سور مطبخ أكنك فعلا بتلف في مول أكنك بتلف في مول يعني إيه بتلف في مول يعني أن أنت مسكة المول دوت أدوار 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 للقهرباء وأدوار للحلل وأدوار للتصات وأدوار للكسات وأدوار لقطقم السيني وأدوار للميلامين كل ده موجود على صفحة سور مطبخ اللي مكتوب من حضرتك إيه حاجة واحدة وبس بنرفع سماعة التليفون على الأرقام اللي موجودة على الشاشة صباح الخير أنا محتاجة طقم واحد اتنين ثلاثة أنا محتاجة أن الحاجات دي توصلني عشان بنتي خلاصها تتجوز أنا محتاجة يكون عليها خصومات محتاجة أن هي يكون عليها سنين ضمان كتير أن السنين ضمان ضد عيوب الصناعة وسنين ضمان مش مجرد ما بيع الحاجة إحنا ما نعرف كوش فيش الكلام ده خدمة ما بعد البيع في صفحة سوق المطبخ خدمة ممتازة هتفيدك وتستفيد بيها على مدار عمر الكل خلصت فقرتنا خلصت فقرتنا تعالوا كده أدمانتلع فاصل طيب نعمل حاجة علشان في الفاصل نعملها نعرفهم إحنا عملنا إيه بصوا كده أنا بعمل إيه عشان بصوا كده أنا عملت إيه ببدأ إن أنا أخد طبقة من البشاميل للتقيل بتاعنا مش هنقول تقيل قوي مش هنقول خفيف قوي بس اللي هو الوسط شفتوا أنا عاملة إيه بدأت إن أنا أغلي في التواجن دي طيب حاجة في الأرضية هعمل إيه التواجن دي هتتقلب لا مش تتقلب لإن إحنا طبقة البشاميل اللي على الوش هتبقى مدياني شكل البشاميل فأنا هحتاج إيه هروح عاملة كده بصوا كده عملت إيه حطت جزء من الرز أبدأ إن أنا أحط جزء من الفراخ طبعا كمية الفراخ دي ممكن إن هي تعمل لنا 3-4 طواجن طيب رغضة رغضة يمش معي أنا محتاجة أحس بتعمل فراخ محتاجة أحس بتعمل فراخ مش شكلة أنا كده الطواجن بتاعي تمامه زي الفرن محتاجة إيه أحطه في الفرن أشغل شوية ولا تحت بس لا أشغل شوية ليه؟ علشان أنا مش محتاجة غير إن هو ياخد وش البشاميل وبس ياخد وش البشاميل وبس الله هو أكبر الساس حمزي ممكن ندخل حد جوه الفرن؟ شايفين؟ بصوا منظر جوه الفرن دلوقتي البجبقة بتاعة الطواجن تجنن الله هو أكبر شايفين المنظر؟ اهو ده بقى اللي بيتقال عليه من قلب الحدث شايفين؟ ده من قلب الحدث بصوا المنظر ما شاء الله اللهم بارك هنسيب قلب الحدث شغال زي ما هو كده ونحط جنبيه الله هو أكبر سمعيني الصوت؟ ما شاء الله شايفين؟ حاجة كده مدخلينكو جوه طواجن نفسه على فكرة الكادر ده والمنظر ده قصما بالله ما هتشوفوه في أي مكان إلا زي كان عندنا علشان إحنا عندنا مش أي ناس شغالة شايفين؟ الكادر ده بالبكبكة بتاعت الفرن دي مش هتشوفوها في أي مكان تاني غير عندنا عشان إحنا ما شاء الله على الناس اللي شغالة معنا تسلم يدوكم بجد على الكادر يلا بينا نطلع فاصل هنعمل إيه في الفاصل؟ هاخد طواجن البشاملة هحطوا جنب طواجن التول بتاعنا ده علشان لما نرجع نشوف اللي اتنين شكلهم عامل إزاي؟ لسه عندنا صنف حلو بسرعة بسرعة عشانين هنعملو يلا ستنيني بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في الفرن عالمية فعلا حلقة تتحط في التاريخ روايح ما شاء الله وشكل ما شاء الله لما يطلع هيبقى حتة تانية خالص طيب عملت ايه في الفاصل كمان علشان نكسب وقت الوصفة بتاعتنا النهاردة تشيز كيك المهلبية يعني ايه تشيز كيك المهلبية يعني انا عملت تشيز كيك في كسات في كبيات ان شاء الله حتى في بولات من عندك بتاعت الطاقم الصيني احنا شايرينه في النيش اللي ما بيطلعش لحد ده فاحنا النهاردة عاملين التاقم اللي تشيز كيك دي بطريقة سهلة وبسيطة انا عامل ايه على النار علشان نكسب وقت اللي على النار ده حليب وسكر ونشا بس هنحط له فانيليا او ميت ورد بس ده بعد من شلها من على النار وتتقل علشان كده انا قلت ايه اكسب وقت انه هي ماشي ناخد المقادير على ما تبدأ انه هي تتقل معانا كده وعلى ما تتقل معانا كمان الحلو في التشيز كيك دي او التطعيمة اللي انا بحباه في التشيز كيك دي انه هي مش تقيلة التشيز كيك بتبقى البسكوت المطحون اللي في الارضية بنضطر ان احنا نحط عليه زبدة انا ما بحطش كده اللي على النهاردة واخده مش عايز احط له حاجة طب هيمسك الزقة مش عايز ايمسك ويمسك ليه اهو مش عايز ازاي يتحط له حاجة بطريقة سهلة وبسيطة كده مش هحط له اي حاجة طب انا عايز احط له حاجة يعني نحط له اي صص لكن مش زبدة انا مش عايزة النهاردة زبدة انا عايزة ان هو يبقى بسكوت خفيف مش عايزة ان هي تكون تقيلة انا مش عايزة كده ليه علشانها لسه هنزل عليها مهلابية وتاخد الطبقة بتاعتها واول ما تهدى هحط عليها من فوق مربة مربة اه والله مربة مش عايزة ولا صصات غالية ولا الكلام ده كله خالص هوريكي النهاردة شكل من التشيز كيك المهلبية حاجة خرافية الشكل يهوس والتطعيمة تجنن وخفيفة ومشاء الله الله ومبارك ايه ده نونة طب هي المهلبية لما تنزل علي البسكوت مش مش هتخلينا هو يطلع والشكل مش يبقى متساوي طب هنشوف مع بعض انا مش عاملة منها نسخ على فكرة عشان اوريكو شكلها هيبقى عامل ازاي حليب على النار ومعاه سكر ومعاه نشا يتقلب على البارد ارفع بعد كده على السخط وافضل اقلب لحد ما تتقل معايا وتبقى نعمة خالص اكتر من كده مش عايزة شوية بسكوت مطحون بسكوت شوكولاتة بسكوت سادة بسكوت جزهند بسكوت بانيليا بسكوت زبدة ايا كان اللي انت عايزي التطعيمة اللي بتعمليها واللي بتحبيها في البسكوت السادة استخدميه عايزة بسكوت اللي هو بالشوكولاتة اللي هو بيبقى فيه جوا في النص دي حشوة كريمة مش هينفع اقول اسمه طبعا ما عنديش اي مشكلة اتحانيه في الكبق واشتغل بيه على حسب ما انت عايزة وعلى حسب مولادك بيحبه وعلى حسب زوجك طيب انا عندي دلوقتي هنا انواع مربة عندي هنا المهلبية بتاعتي ماشية تمام وزي الفن هاجي هنا عند انواع المربة دي انا عندي هنا فراولة وعندي توت وعندي مانجا او مش مش ايا كان النوع اللي انت عايزة محتاجة ايه لسه شاطر خليك متابعة محتاجة ايه محتاجة اعمل كده محتاجة اعمل كده محتاجة اعمل كده تمام شوية مية على التلاتة وما ننساش المهلبية بتاعتي طيب اجي على التلاتة دول واعمل كده وادي كمان معلقة وادي كمان معلقة وابدأ ان انا اخف المربة عشان تبقى بوري معي خالص عشان تبقى طرية وعشان تبقى سهلة في التشكيل ما تبقاش ان هي قطع بالشكل ده مش عايزة تعمل الخطوة ديه وتستسهيل كتير اعملها بهند بلندر اعملها في خلاط اعملها في كبة عشان تبقى نعمة خالص وتبدأ تتشكل بكل سهولة معانا امل نقول الله صباح الفل يا امل تكشف نون صباح العسل والجمال عليك يا ست الناس اعمل ايه انا بخير تلمنت بخير يا ست الكل تسلامي وتعيشي ما خالي حاببتي قولي عايزة تريد رز المعمر عايزة مقدر لي رز المعمر او حلوة ولا حادق لا حلو حلوة عزاب المكسرات يعني او عناية الاتنين حاضر اقولك عليه حالا نورتين يا امل يومك حلو زي كست الناس بس انا شغلا في كذا حاجة ازاي لازم تبقى دماغنا صحية و ايدينا شغالة علشان ما فيش حاجة تقع من نينو طيب هنعمل كده مقادير الرز المعمر اللي عمل طلبيتهم من هنا دلوقتي بص يا ست الكل الرز اولا بنجيبه و نخسله و ننقاهه حوالي نص ساعة نخسله كويس و نصفي كذا مرة كده من المياه بتاعته و ننقاهه نص ساعة بعد ما بننقاهه نص ساعة ببدأ ان انا اكون اشتغلت في حاجة تانية اللي هي ايه سلقتي بتاع ده اسفة احنا هنعمله حلو طيب تمام غلينا الحليب و نحط عليه سكر و نحليه شوية زيادة يعني نخلي التحليب بتاعته فوق المعتاد بتاعك يعني لما تيجي تدوق السكر وبتاع الحليب كده ما تقوليش ايه اه ده سكره مظبوط زي ما انا ما بحبه لا اخليه فوقيه شوية علشان مجرد ما ينزل على الرز هيبدأ ان هو السكر ده و تيضع فيه طيب غلينا الحليب بالسكر وبعد كده هنعمل ايه هنركنه على جنب ارجع بعد كده ايجي عند الرز اللي احنا كنا نعينه في المياه نص ساعة اصفيه كويس و رح حط عليه معلقتين قشطة حلوين كبار كده احط عليه ايه بقى ده بقى بيرجعلك انت عايزة تحطي مكسرات مثلا بندق فز قلوز ايا كان زيبيب و جزهين ده ما عنديش مشكلة عايزة تحط عليه فواكه مجففة و تقطعيها مكعبات ايه هنون الفواكه المجففة اللي هي المشمشية والقراسية قطعيهم كتا صغيرة رائلتين اللي هو المجفف اللي هو حاجة رمضان كلها قطعيها مكعبات صغيرة وحطيها معاك وبدأي بعد كده قلبيهم مع بعض وحطي طاجن وحطي فيه سمنة بلدي او حتة سمنة كده او حتة قشطة حتة قشطة كده مسحي بيها التواجن من الجناب وبعد كده حطي الحليب على الرز وبدأي يحطيه في التواجن بتاعتك على الوش حتة قشطة بس حتة القشطة دي بنحطها امتا؟ نقف الفل ونحط في الفرن حوالي يعني من 15 دقيقة لعشرين دقيقة علشان يتشرب بعد ما يتشرب ويبدأ ان هو يتشرب الرز بتاعه كده ويبدأ ان هو خلاص استوى وخلاص تمامه زي الفل ابدأ روح جايبه حتة قشطة تانية او حبت كريم شنطي احطهمه على الوش تحت الشوية وبس تاخد اللون الحلو بتاعها ويبقى تمام وزي الفل هيطلع معاك احلى رز معنبر حلوة توقين ايديك طيب وين الواضح؟ من الواضح ان انا محتاجة نشا يا رغضة خلوا بالكو فيه انواع نشا بردة يعني ايه فيه انواع نشا بردة؟ يعني فيه انواع نشا مهما تحطي تحس ان هي عايزة اكتر وفيه انواع نشا تانية ما شاء الله اللهم ابرك تحط منها المعلقتين هب تلاقيهم شكلوا وعملولك الطريقة في لحظة فمن الواضح ان النشا اللي معانا ديت نشا بردة فهنجيب دلوقتي معلقتين تانيين منها او تلاتة ندوبهم في ربع كباية مياه ماحطهمش على الصخ خلوا بالكو ماحطهمش على الصخ يعني ايه يا نونة؟ يعني دلوقتي رغضة هتجيب للنشا ماينفعش ان انا وهو الحليب على النار كده وهو صخ اروح حط النشا عليه واروح مقلبايه ايه؟ هتكتل منك وتبقى مايعلم بقى لربنا اما نعمل ايه؟ كباية مياه بره من الحنفية ربع كباية ربع كباية حبه صغيرين كده بس كده في قاية الكباية واروح حط فيهم زيادة النشا اللي انت هتحطيها اقلبهم واروح مزودة عليها لكن تحطيها وهي صخنة على النار كده ايه ويتعمليه حاجة زيه؟ نشطي ده كده نجيب هنا كباية كده كده فيها دقيقين قوي يعني معلقة نشا هي معلقة نشا ده احمد ده ميش بصو يعني حبه صغيرين خالص كده لو بيديني بيقطع من لحمه مش هيعمل كده بصو دودتها خالص بره اهيه ما ينفعش ان انا احطها على الحليب وهو صخ من غير ما تدود واروح واخدها ونزل بيها كده واروح واخدها ونزل بيها كده اه لا لسه قدامها وقت اه اه فخلينا نطلع نكسب وقت مشاهديننا برضو السمين يلا بيها هنطلع فاصل دلوقتي هنبدأ نقل في المهلبية بتاعتنا عشان تتقل معنا وتجديني القوام اللي انا عايزها عشو لما ترجعوني نشوفها في ايه تاني كمان هنشوف الفاصل التواجن بتاعتنا ما شاء الله الله هو اكبر يعني ممكن لما نرجع من الفاصل اللي هنطلعها كمان علشان هي خلاص بتاخد الوش بتاعها اللي انا محتاجة ما شاء الله الله مبارك والروايح هيلة يلا بيها نطلع فاصل نرجع نكمل وصفة الحلوة بتاعتنا ونطلع التواجن اللي عملناها في حلقتنا هليكم السمين سوايا راجعين مع نونة والبلدين اشتركوا في القناة ورجعنا من الفاصل وحضراتكو شايفين كده بدأت المهلبية تدينا التمام بتاعها وبدأت ان هي تتقل معين شايفين بصوا المنظر نجيب دلوقتي هنغرب به ويلا بينا ناخدها كده بصوا كده شايفين ده القوام اللي انا عايزها هاخد معايا معلاءة كبيرة يلا بينا هاخد كده الحلوة بتاعتنا يلا بينا صح كده هنعمل كده وعندي الكباية هي وهامل المعلاءة دي كده هنا كده ايوه بصوا كده شايفين لو ما عملتش حركة المعلاءة دي هيحصل ايه ها هلاقي المهلبية بتاعتي بتبدأ ان هي تغرز جوه البسكوت ويبدأ ان هو يخرم معي بالشكل ده خلاص انا خلصت كوبايتين وممكن احمد دي يكمل الباقي وانا شغله عناية حضر شايفين انا عملت ايه ببدأ ان انا احط المهلبية كده بنفس الطريقة اللي انا عمليها دي كده علشان تديني النتيجة اللي انا عايزها وانسيبها تبرد خالص وبعد ما تبرد نبدأ ان احنا نحط لها المربة على الوش انا هحط دي هنا كده احمد يخش يكملهم نفط النهاردة كمان كانت حلوة كنت مبسوطة بوجودي معاكم كنت مبسوطة ببداية اسبوع موفقة ان شاء الله بإذن الله وانا حبيتها وحبيت اكتر وجودي معاكم دي كانت حلقتنا اتمنى تكون عجباتكم نررت رضاكم اتمنى دايما نشوفكم على خير اتمنى دايما نكون عند حصن ظنوكم بالجدد اللي كانت بكرة مع حلقة جديدة من برنامج وبرنامج كلبلد يوكل على اقوى قناة طفحة مصر قوية بيكم وليكم واشوفكم على خير وقولكم سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة